السؤال اللي بعد كده بيقول زوجي صاحب محل أدوات كهربائية بيكون فيه من عشرة صباحا هو طبعا كاتب مكتوب في السؤال ايه زوجي صاحب لكن يا زوجي صاحب محل أدوات كهربائية بيكون فيه من عشرة صباحا إلى 12 بالليل لا يصلي إلا يوم الجمعة لا حاول ولا قوة إلا بالله وينزل أثناء الخطبة مش عارفة أتكلم معاه أبدا لا بشدة ولا بلين وهو طيب وبيخاف جدا من الحرام خايفة يموت وهو كده بعد الشهر إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكتب له الخير والله يا شيخ واجع قلبي ومؤثر على الأولاد قول لي أعمل ايه معاه مسألة سهلة ايه المسألة السهلة انت بتقولي حاجة مهمة جدا 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 بتقولي ايه بتقولي ان الرجل بيخاف من الحرام بيخاف إن هو الحرام ده يأثر على حياته ويأثر على بركة فرز ويأثر على كذا ده كمان المعصية بتعمل نفس الحكاية ده كمان أصلا عدم الصلاة ده وكأنه بيهد العمود اللي بينه بين ربنا لأن الصلاة عمود الدين فلذلك لازم نقوله كده أنت صحيح متحب ربنا وبتخاف من الحرام لأنه بيبعدك عن الله سبحانه وتعالى مش بتخاف من الحرام لأن الحرام ده شيء مش إيجابي ولا شيء لأنه هو شيء يزعيك أنت بتخاف من الحرام ده لأن الحرام ده بيقطع الصلاة اللي بينك وبين الله طب هتعمل ايه إذا كان الله حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بيين لك أن الصلاة صلة بين العبد وربي فكأنك بتقطع اللي بينك وبين الله بتقطع المعنى اللي يخليك عايش في مدد الله عايش في لطف الله عايش في كرم الله فأنت لو أطاعت اللي بينك وبين ربنا إزاي تنتظر البركة بالعكس ده من أهم أسباب محق البركة في الأرزاق وترك الصلاة فالذلك لازم هو يعرف إنه إذا كان قاصد وجه الله سبحانه وتعالى ويقصد ربنا سبحانه وتعالى يكرمه بالرزق الحلال وإن الله سبحانه وتعالى يكرمه ويفتح عليه وإن الله سبحانه وتعالى يقبله وإن الله سبحانه وتعالى يعطيه عطاء ليس بعده منع بلازم يقبل على الصلاة وهو بيصلي الجمعة فنبتدي معاه ونقوله ايه انت بتقوليلي انا مش عارف فتعملي معاه ما يلي تقولي له صلي على كل حال صلي في المحل صلي على باب المحل صلي في البيت صلي في الغيط صلي على اي حال ونفسك ما تقولكش ان اللي بيصلي ده لازم يبقى راجل تقي وورع وانه هو لما قلبه مش نقي وقلبه مش موصول وان الصلاة دي لو ما خلتهوش يحس بانه هو في رمضان وفي التجليات وفي النفحات ما يصليش لا صلي صلي لو قلبك قولي له صلي حتى لو قلبك مش حاضر صلي حتى لو انك انت حاسس بان صلاتك دي مش مأثرة فيك وفي اخلاقك صلي لانه هو السؤال السؤال مهم جدا جدا هو احنا اللي بنصنع عدايتنا لا انك لا تهدي من احبابك ولكن الله يهدي من يشاء فلازم نعرف ان احنا بنروح نصلي وكأننا بنقول لله سبحانه وتعالى نحن نحبك فنسألك ان تديم تجلي محبتك علينا اللي هو اسم الهداية وهو الهداية معناه ان الله سبحانه وتعالى اخذك اليه ودلك عليه لانه يحبك هو ده معنى الهداية معنى الهداية ان الله سبحانه وتعالى اختارك واستفاك ان انت تذهب اليه فانت تقوله لو انت بتحب ربنا وبتخاف من انك انت تفقد البركة وتفقد الوصل بينه صلي صلي لان الصلاة ديت مفتاح باب الجنة صلي لان الصلاة ديت هي التي تدخلك على الله سبحانه وتعالى برضاه فلازم تعمل كده فاذا عملت كده ان شاء الله سبحانه وتعالى يبارك كلميه كتير على انه ممكن الصلاة دي يبقى كل الصلاة لها معنى وكل صلاة لها اقبال على الله وكل الصلاة تكون مفتاح من مفاتيح الحياة صلاة للفرج وصلاة للإقبال وصلاة للمحبة وصلاة للمغفرة وصلاة لتخفيف الهموم لو عمل كده اظن قلبه هنشرح وهيبقى هو محتاج للصلاة وان شاء الله ربنا يبارك له انا قلتلك ممكن تقول له ايه ويا ريت خليه يشوف اللي احنا قلناه ده عشان هو دوت معنى ان الصلاة صلة بين العبد وربي هو محتاج هذه الصلة وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويفتح عليه يا سادة احنا النهاردة تكلمنا على حاجة لابد ان احنا نتعامل معها برشد ونتعامل معها بحكمة حاجة لو سبناها في مجتمعنا من غير ترشيد ومن غير تعامل معها المجتمع دوت ممكن يهتز ويضطرب خلي بالكم ان في ناس كتيرة ما يهمهاش اي حاجة غير مصلحتها وما يهمهاش القيم اللي موجودة في المجتمع لكن احنا لازم نكون مهتمين بدا لازم نكون مسكينة على عقلنا ومهتمين كمان بوجداننا ومهتمين بقيامنا لازم نفرز كل اللي بتعرض على عقلنا وقلوبنا لان قلوبنا وعقلنا دي مسئولية السمع والبصر والفؤاد كلها مسئوليات لازم نحترمهم عشان اذا احترمنا عقلنا واذا احترمنا قلوبنا يبقى احنا بنفتح باب الاحترام وباب الكرامة اللي ربنا سبحانه تعالى من علينا بيها الكرامة دي امانة عندنا ومن حسن الكرامة ان احنا لا نسمح لاي حد يعبس لا بعقلنا ولا بقلوبنا يا رب الهمنا الحكمة وعلمنا السبات وخلينا دايما يا رب بمددك نستطيع ان احنا نصل للصواب وللخير يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اكرمنا بالحكمة على الدوام في كل وقت وحين يا رب العالمين شكرا